انقلبت جماهير ميلان الإيطالي بين ليلة وضحاها من السعادة إلى الغضب الشديد وكلمة السر وراء ذلك هو النجم الجزائري الأصل ياسين عدلي بين ليلة وضحاها تحولت جماهير نادي ميلان من حال إلى حال فبعد سعادة كبيرة نتيجة الانتصارات التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية في الدور الإيطالي سادت حالة غضب عارمة بين الجماهير نال النصيب الأكبر من حالة الغضب الجماهيرية بعد التعادل الأخير مع بروسيا دورتموند الألماني في دور أبطال أوروبا ميلان يلعب في مجموعة النار مع بروسيا دورتموند ونيوكاسل يونايتد وباريس سانجرمان ما يعني أن التعادل في أول مواجهتين ليس في صالح خصوصا وأن مواجهته المقبلة ستكون مع باريس سانجرمان ياسين عدلي بدأ المشاركة بشكل أساسي في الجولتين الماضيتين من الدوري الإيطالي وقدم النجم الجزائري الأصل مستويات مميزة للغاية خلال الفترة الأخيرة تألق ياسين عدلي جاء بعد تجاهل كبير من جانب ستيفانو بيولي لللاعب المميز منذ انضمامه للفريق في العام 2022 قادما من بوردول فرنسي تألق النجم الجزائري الأصل في المباريات الماضية جعل جميع يتوقع أنه سيكون أساسيا في مباريات ميلان بدور الأبطال لكن هذا لم يحدث عدلي بدأ المباراة على مقاعد البودلاء ولم يشارك إلا في 32 دقيقة فقط طوال اللقاء وقدم خلال هذه الفترة مستويات مميزة للغاية جعلته يحصل على تقييم مميز بعد اللقاء الأداء المميز للنجم الجزائري الأصل جعل الوقت القليل الذي شارك فيه ونتيجة التعادل غير المرضية على الإطلاق جعلت جماهير ميلان تشن حملة غاضبة ضد بيولي بسبب غياب عدلي عن المباريات بشكل أساسي توماسو بوبيغا هو ضحية هذه الحملة الغاضبة فكونه اللاعب المفضل لبيولي على حساب عدلي لم يعد يعجب الجماهير مع الفارق الفني الذي أظهره النجم الجزائري الأصل بالفعل وصل الأمر إلى أن بعض المشجعين طالبوا بترد بيولي من النادي إذا قام بإخراج عدلي من التشكيل الأساسي مرة أخرى لصالح بيبيغا وهو كذلك التعديل الذي اعتبرته الجماهير لا يغتفر خلال مباراة بروسيا دورتموند وفيما يقرب من نصف ساعة حقق ياسين عدلي أرقاما مميزة إذ بلغت نسبة تمريرته الصحيحة 91% بعدما أخطأ بتمريرة واحدة من 12 تمريرة قام بها وعلى المستوى الدفاعي فإن النجم الجزائري الأصل نجح في الفوز في صراعين على الكرة من أصل أربعة خاضها ضد بروسيا دورتموند ولم تهرب منه الكرة إلا في ثلاث مرات فقط كما استخلص الكرة مرتين بنجاح وقدم تمريرة مفتاحية كادت تكون هدف الفوز لميلان أخيرا فإن ستيفانو بيولي يتحول في الموسم الحالي من بطل استعادة البطولات والتتويج بالألقاب إلى مدرب يرغب الجميع في خروجه من صفوف ميلان بأسرع وقت ممكن ترجمة نانسي قنقر